أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعه واستنى بهداه إلى يوم الدين وبعد وقفنا إخواني الطلبة عند النقطة الثالثة من خصوصيات النظام الجنائي في الإسلام وهي احترام الخصوصيات والحريات الشخصية فالإسلام يا كرام لا يتتبع عورات الناس في كل صغيرة وكبيرة ولا يخرق خصوصياتهم وينتهك حقوقهم وحرياتهم ولا يجرمهم لأتفه الأسباب فإنما يشيع جوا من الهدوء في المجتمع فالإسلام فالإسلام ليس حريصا على إشاعة جو من القلق أو الرعب أو الخوف من القتل أو من تقطيع الأيدي والجلد كما يظن بعض الناس فهذا التصور مناقض تماما للحقيقة التي هي موجودة في الإسلام ويمكننا أن نوضح ذلك بمجموعة من الأمثلة أولا الحث على السطر حيث حث الإسلام كل من ارتكب جريمة ووقع في إثم أن يستر على نفسه فهذا هو مبدأ أصيل من مبادئ الإسلام في باب الذنوب والمعاصي وهو السطر فالإسلام يحث الإنسان على أن يستر على نفسه ولا يفضح نفسه ولا يجاهر بالمعصية وحسابه على الله تعالى وفي ذلك دليل كبير على أن الإسلام لا يخترق خصوصيات الناس في المجتمع قال عليه الصلاة والسلام مؤكدا هذا المعنى الذي نتحدث عنه المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما هنا موضع الشاهد الذي نريده ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة فالأفضل أن يستر المسلمون على بعضهم لا أن يفتحوا بعضهم ويتتبعوا عورات بعضهم بعضا كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عن الجاني ومرتكب الذنب الذي أقر بذنبه واعترف بوقوعه في المغصية ويلمح وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى الرجل تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه أشاح بوجهه إلى الجهات الأخرى حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات أعاد اعترافه هذا الرجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كل مرة يشيح النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه إلى الجهة الأخرى وكأنه يقول لهذا الرجل ولأمثاله اذهب وتب إلى الله فلما شهد الرجل على نفسه وأصر على أن تطبق عليه العقوبة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا يتحقق من وقوعه فعلا في الجريمة قال فهل أحصنت؟ قال نعم عندها قال عليه الصلاة والسلام اذهبوا به فارجموا كذلك الإسلام يا كرامي تشدد في وسائل إثبات المعاصي الشخصية مما يضيق من طرق ثبوتها والمعاقبة عليها ما لم يتعمد مرتكبها إظهارها وإشاعتها والمجاهرة بها أو المفاخرة بارتكابها وإلا غدت جريمة اجتماعية ولم تعد معصية شخصية وذلك يدل على اتجاه عام في الإسلام إلى المعاقبة لا على معاص شخصية وإنما على جرائم اجتماعية تمس أمن المجتمع وتمس الطهارة والعفة السائدة في المجتمع وربما تشجع الآخرين على ارتكاب الرذائل إذا ما جاهر مرتكب هذه المعاصي بها ولم تبقى في دائرة السر والكتمان والله تعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وفي ذلك أيضا دليل إضافي آخر على أن الإسلام لا يخترق خصوصيات الناس ولا يعتدي على حرياتهم يقول عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه فهذا الذي يعاقب وهذا الذي يآخذ وهذا الذي ينبغي أن تطبق عليه العقوبة أمام ويعني على مرأة ومسمع من الناس من يجاهر بالمعاصي ولنأخذ بعض الأمثلة التي يتضح من خلالها كيف أن الإسلام شدد في إثبات العقوبات لكي يضيق من دائرة إقامة الحدود على مرتكبيها لو أخذنا مثلا جريمة الزنا فالإسلام يشترط في إثباتها شروطا قاسية منها اشتراط أربعة شهود فلو شهد ثلاثة مثلا فإنهم يجلدون حد القذف يصبحون هم المدانين وليس المتهم فيصعب توافر هذا العدد من الشهود أربعة شهود إلا أن يكون الزنا ولياذ بالله على قارعة الطريق وأمام أعين الناس وهذا مما لا يتصور فإشتراط الإسلام لهذا العدد من الشهود أربعة وأن يكونوا من الرجال وأن يصفوا الجريمة وصفا متطابقا فإذا اختلفت شهاداتهم فإنها ترد عليهم وهم الذين يعاقبون فهذا مما يدل ويؤكد على أن الإسلام يعني يتشدد كثيرا في إثبات العقوبات لأنه لا يهدف إلى كشف الناس ولا إلى كشف العصاء أو إظهار جرائمهم فالعقوبة لم تكن على الفعل ذاتها بقدر ما هي على إشاعتها في الناس ولم تكن على معصية شخصية بقدر ما هي على جريمة اجتماعية تهدد طهارة المجتمع كله إذا لم تقابل بالعقوبة العلنية من الدولة وفي تقرير الإسلام أيضا مبدأ إسقاط العقوبات بالشبهات كما سبق ووضحنا دليل آخر على أن الإسلام لا يتصيد الناس لأتفه الأسباب ولا يتعطشوا إلى إقامة العقوبات عليهم وإلى سفك دمائهم وجلد ظهورهم وتقطيع أيديهم وإنما الإسلام يتشوق إلى إسقاط العقوبة بأضعف الاحتمالات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته